او أنا سيلا بان خيليل's and this is a scienticath channel to provide an explanation of science and discovery in a interesting and fun way there are telegram channel and facebook page in the description of this video don't forget to follow me thank you for watching my video hello my student i am daytime discover teacher النهاردة بإذن الله يا شباب هنتخلص concept 1 في unit 2 تمام ده آخر جزء معنا إن شاء الله هنتخلصه بإذن الله لو أنت لسه جديد معنا على القناة تلسوا اشتركوا باللايك وسبسكرايب بالفيديو وهتلاقي كمان في الانك في الديسكريبشن من تحت الانكات التيرجرام منزل على المرخصات والمراجعات والفيديوهات التوضحية وكمان الشرح تمام تعالا كده عشان نتابع مع بعض إحنا المرة اللي فاتت فهمنا وعرفنا أننا عند الثرمة الأنرجي أو ممكن أقول عليها الهيد أنرجي ده الفاكتورز المهم جدا اللي بتأثر على state of matter is responsible for a change of state of matter from one state to another state فاكريني الكلام ده يا شباب حلو جميل أول وهي اللي مسؤولة أنها بتعمل الموشن وكمان أنها اللي بتتحكف فيه amount of kinetic energy على حسب state of the matter صح أو لا؟ تمام دلوقتي أنا عند الغراف ده أوكي الجراف ده ماشي بيتكلم عن temperature وكمان بيتكلم عن state of the matter اللي هي السولد والليكود والجاز تمام؟ تمام بيبدأ يفهمك ويعرفك أن أنا عندي مثلا السولد ده وليكن مثلا الآيس الآيس ده مثلا لو حصله مثلا أنا إيه خرقته برة ومسلا حقيته مثلا في normal room temperature أوكي؟ الآيس ده هيبدأ يحصله ملتنج تمام؟ فهو ايه؟ أول ما يوصل ل temperature معينة أو point معينة أوكي؟ بيبدأ أنه يحصله ايه؟ ملتنج بيبدأ أنه يتحول لـ liquid state تمام؟ يعني أنت يا ميسا عايزة تقولي أن الآيس ده بيفضل آيس بس أول ما بيوصل لpoint معينة أو temperature معينة بيبدأ يحصله ملتنج صح الكلام ده؟ صح نفس الكلام ونفس الكلام لو أنا عندي الـ liquid ده لو أنا مثلا جبت وعملت له heating أو ما بيوصل ل boiling point أو boiling temperature معينة أوكي؟ بيبدأ المية تتحول مفروض لإيه؟ لجاز أو water vapor أوكي؟ حلو الكلام ده تمام؟ تعال نشوف مع بعض بيقولنا هنا إيه؟ بيبدأ يفهمك أنه إحنا عندنا هنا three area أوكي؟ وعندي هنا في الـ graph ده two point أو الpoint حاجة اسمها melting point وحاجة اسمها boiling point تمام؟ تعال نشوف مع بعض بيقولنا إيه؟ أول حاجة area one اللي هي دي أوكي؟ when ice is heated the molecules of ice absorb thermal energy and they move faster due to increase of the kinetic energy يعني بيقولك هنا أن الـ ice ده أو ما بيحصل له heated اللي بيحصل مفروض أنه هي بتبدأ أنه تاخد كمية كبيرة جدا من الثلمال energy فبالتالي زي مفاصرة تتحرق أسرع يعني هيكون عندها كمية كبيرة من الـ kinetic energy جميل أول إنما الـ area number two by increasing the temperature the kinetic energy of ice molecules increase that leads to decreases the forces the pound bonds the molecules of ice together أوكي؟ so they slide over each other and ice changes to water this temperature is called melting point أوكي؟ طب تعال نفهم مع بعض يعني بيقولك هنا إيه؟ لو أنا عندي مثلا وليكن مثلا أننا عندي الـ temperature دي بدأت أننا إيه؟ بدأت أن الـ temperature تزيد أكتر وأكتر وأكتر إيه لا يحصل؟ يا لا أني أنا عند الـ ice ده بقى عنده كمية energy أكتر وأكتر وأكتر طب هو إيه اللي حصل؟ دلوقتي أنا عند الـ particles بتاعت الـ ice ده لما أنا أبدأت أن أنا أعمله يهيه اللي حصل بدأت أنه هو إيه؟ عنده space أكتر يعني الـ force اللي كانت ربطة ما بين الـ point أو ما بين الميليكيولز أو ما بين الـ particles دي يا شباب بدأت مالها بدأت Nation ok decreases the force حلو جدا ففي الوقت ده ايه اللي حصل بدأ السولد يتحول للليكويد ستين التمبريتر دي انا بسميها ايه بسميها ميلتينج بوينت تمام متزمينينج of ميلتينج بوينت it is the temperature at which matter it changes from a third state to liquid state الميلتينج بوينت هي التمبريتر اللي بيبدأ فيها من السولد بيبدأ يتحول لليكويد ستين حلو جدا طب تعالي نتكلم عن الاريا number three okay حل by increasing the temperature the force that holds the molecules together become more weak okay and spread in all directions so water liquid it changes to water vapor okay and this temperature is called boiling water boiling point يعني يعني بيقول لك انت بلا لو زود التمبريتر اكتر الا يحصل حلا ان انا عندي الملكويد دي او البارتكول دي بدأت تبعد اكتر طب الفورس بدأت ان هي تكون ايه very weak اللي هيحصل بقى بعد كده هيبدأ بقى يتحول الليكويد لووتر vapor اللي هو الجاز state اوكي حلو جدا التمبريتر دي انا بسميها ايه بسميها boiling point هي التمبريتر at which matter it changes from a liquid state to gas state حلو جميل اول حلو فبدأ يقول لك ايه في شوية كده point كده لازم تعرف اول حاجة بيقول لك هنا ان الووتر has a boiling point of 100 celsius يعني ايه يعني اعاوز يقول لك هنا ان المية ان المية boiling point بتاعتها بتبقى 100 celsius يعني اول ما المية ما يبدأ يحصل لها boiling boiling water وتبدأ توصل لل 100 او اقدر اقول ان دي اسمها ايه boiling point حلو جدا تمام ايه كمان بيقول لك برضو ان ال ice has melting point of zero celsius اول ما برضو ال ice بيوصل لل zero دي يبقى دي نسميها ايه melting point حلو جدا عارف انت ال thermometer ال thermometer دي have special liquid it's called mercury هنا بيكون هنا فيه liquid يا شباب بيبقى موجودة في التوبس دي اسمها ايه اسمها mercury تمام الميركري ده بقى عايزين نعرف boiling point بتاعته قد ايه three hundred and three hundred five fifty seven celsius اوكي حلو جميل اول يبقى احنا عرفنا لكل حاجة منهم boiling point وال melting point اوكي جميل اول يعني بتختلف على حسب الصابة تمام بعد كده هنتكلم يا شباب عن حاجة اسمها thermal expansion اوكي طب تعالوا نعرف يعني ايه كلمة expansion تمام مش ساعات بيصدف كده ان احنا بيكون عندنا برطمون كده صاب جدا ان احنا نفتحه فاول ما بنحطه تحت مية سخنة اللي بيحصل بيبقى سهل جدا انا افتحه صح تمام حلو جدا انا عندي هنا two words مهمين اوى يا شباب لازم نكون عارفنهم حاجة اسمها contraction وحاجة اسمها expansion تمام يعني الفرق ما بينهم تعالوا نشوف مع بعض بيقولك هنا ايه when we cool matter the space between molecules decrease and the molecules become closed together اوكي contract and this is contraction يعني ايه يعني اول ما المطر دي ما بيحصل الله cooling يعني temperature بتاعتها تبقى low temperature اللي بيحصل هنا بلاء الملكيول او بلاء substance بدأت تقرب ما من بعضها فالspace بدأت تقل فبدأت ان انا عند الملكيول closed together او packed tightly اللي بيحصل دي بسميها ايه بسميها contraction طب افرد 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 دلوقتي عند الملكيول دي بدأت تبعد او هتبعد تبعد لو حصل الله الملكيول دي heat heat اوكي when when we heat and matter the spaces between its molecules it increases اوكي and the molecules spread out اوكي this is expansion طب لو انا مثلا بدأت الملكيول دي بدأت ان يحصل heating او high temperature اللي بيحصل بلاء الملكيول دي بدأت تبعد عن بعضها اوكي فاللي بيحصل عن انا اللي عندي بقى عندي space اللي يحصل كبين بقى ت spread out فهينا بقول عليها حاجة اسمها expansion expansion تمام طب تعالا كده نجرب الكلام ده بطريقة علمية حل شايفين تعالا نشغل مع بعض الفيديو ده تمام ركزوا معي هنا تمام هو عندك هنا كان عندك في الكتاب عشان عشان يوضح لك يعني كلمة expansion ويعني كلمة contraction هيبدأ يطبق الكلام ده على الثلمومتر اوكي لازم قبل ما تنعرف الثلمومتر ده انا لسه اقل لك من شوية ان الثلمومتر ده ها في special type of liquid ثمينا الميركري اوكي حل سوري الميركري او ممكن بيبقى فيه بعض المصصدنا محمد بيبقى فايفي فيه بعض الثلمومتر اوكي ده يا شباب بيبقى colorless اوكي بيبقى colorless فبيبدأ انه يحط له red color اوكي لون كده ماشي حلو المهم ان احنا نعمل ايه هنجيب مع بعض هبدأ اشغل كده الفيديو اوكي هنجيب مع بعض three cup of water اوكي بس واحد بيبقى very cold اوكي واحد temperature بتاعته moderate اوكي واحنا temperature بتاعته very hot اوكي حلو وبعد كده هعمل ايه يا شباب هجيب الثرمومتر اوكي اللي فيه من جوة الالكوحوليك اوكي اللي هو اساسا colorless بس هنا حطه فيه colored كده لون ملون اوكي تعال نشوف مع بعض ايه اللي هيحصل ايه ملاحظين يا شباب انا عندي هنا temperature came zero Celsius صح تمام حلو قوي ماشي ولما حطيته في الكوباية اللي هي temperature بتاعتها moderate يعني not hot not cold اوكي ايه اللي حصل لقتة temperature حوالي كاب 22 اوكي Celsius طمام طب لما حطه في very hot ايه اللي يحصل باقت 55 Celsius صح ولا حلو يعني انت يا ميسا عايزة تقول كل ما الملكيول زي ما عندي ما تكون very cold very cold زي ما احنا ما شفنا هنا very cold اوكي very cold هنلاقي ان انا عندي حصل هنا ايه contraction 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 يعني ايه contraction يعني انا عندي space between molecules decreases بدأت تقلب اوكي حلو جدا فبدأت ان انا عندي بقى قريبين او من بعد فبدأت ان يحصل حاجة اسمها contraction حل جميل اول تمام طب لو انا عندي مثلا انت مثلا عندي هنا الدرينك هنا مثلا very hot او الملكيولز هنا او المطر هنا very hot هل انا عندي space of the matter حصل ايه increase will be increase صحو لا فهنا بنسميها expansion اوكي تمام حلو قام ميش تعالى بقى نتكلم عن الجار اللي هو البرطمون ميش بيقولك هنا sometimes it's hard to open the lid of the the jar سعاي بقى في بعض الاوقت بشعارفين نفتح الغطة بتاع الجار اوكي حل فبيقولك هنا when you pour hot water on the lid of jar it's open easily لما بحطوا بقى في مياه سخنة اللي بيحصل بلا ان الغطت فتح طب هو اللي حصل بيقولك هنا the lid of jar is made of metal هو metal تمام when hot water is poured on the metal let the temperature of the metal lead increases okay and the space between molecules increases okay so the molecules of metal let spread out and expand اللي بيحصل لما هدا temperature هنا بدأت ان يحصل اللي حصل اللي حصل بدأت تزيد okay يعني في الاول هي كانت عاملة ازاي كانت كده okay لما انا حطت عليها ال hot water بدأت كده يعني حصل هنا ايه حصل expansion okay حل جامل اول نفس الكلام بيلاقي ان انا عند ال bridge اللي هو ال bridge اللي بيبقى فيه هنا كده space صح ولا طب وليلي في space بيقولك هنا bridges are made up of steel or metal and concrete when bridges are exposed to hot weather the temperature of metal increases and the space between its molecules increases so the molecules of metal spread out and expand هنا بيلاقي هنا ايه بيلاقي ان انا عندي ال bridge جي ال bridges بتبقى معارضة دايما لل hot weather قدام الشمس حل تمام فإن اللي بيحصل هلاقي ان انا عندي ان ال temperature بتاعت الميتال increase فبنافس الوقت space ما بين الملكيول هتزيد صح ولا تمام فرحوا عملوا ايه عملوا ان في space كده ماشي space كده ما بين الميتال دي اوكي فعملوا ايه يا شباب خلوا ان في space كده ماشي زي ما انتوا شايفين كده ليه عشان بيقولك هنا engineers use expansion joint to keep pretty safe from pickling يعني ايه تمام لو كان مثلا 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 ما كانش في space إلا يحصل هلا ان بقى في كل كيعة كده كل كيعة كده او في نطوئات موجودة في المتال اوكي لو ما كانش في ايه لو ما كانش في space تمام فخلوا ان في space اوكي عشان يتجنبوا انه ما يحصلش نوع من انواع accident اوكي حلو تمام جدا تعالا نشوف اللي بعد نفس الفكرة حلو بيقولك هنا the railroad tracks are made of iron اوكي دائما مصنوع من ال a من ال iron تمام engineer leave small space between railroad tracks to allow this track to expand in hot weather اوكي 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 tend to avoid train accident نفس الكلام خلوا اني في space كده او خلوا اني في كده في زي اللي وما سلسلنا محمد space كده او joint ماشي برضو نفس الكلام to avoid train accident نحن عارفين ان انا مثلا الاماكن دي بتبقى معارضة جدا لل hot weather قدام السن فلو حصل مثلا الحاجات دي بقت hot اللي يحصل الميليكيولز اللي space بتاعتها will increase اوكي حلو جدا فيحصل الله حاجة اسمها expansion تمام فخلوا اني في space كده why to avoid train accident اوكي تمام فحالا بقى نعمل experiment مع بعض بيزبط لنا الكلام ده تمام الاكسبرمنت دي تمام هنعمل هنا يعتبر زي making a thermometer بيسموه handmade اوكي حلو جميل او تمام اي material احنا محتاجين ايه المفروض انه عندك في الكتاب قالك انه احنا محتاجين clay اللي هو السلصال كده اوكي وهنحتاج baker container hot water and baker container cold water and eye dropper اوكي red red dye اوكي and plastic straw اللي هي الشليمون اوكي وهنحتاج ايه كمان يا شباب وهنحتاج plastic bottle container of alcoholic and of water اوكي تعالا كده نشوف مع بعضهم عملوا ايه حلو جابوا هنا جابوا هنا البطل اوكي وراه حطوا فيها البوتر مع القحول اوكي ماشي مية عادية خالص ماشي بعد كده هيجيبوا اللي هو اا food color اوكي تمام ماشي ماشي حلو حلو بعد كده هيجيبوا اللي هي الشليمون اوكي ويحطوها كده في النص كده حلو كده ماشي بعد كده وراحوا اقفلوا ايه الازازة ماشي تمام بعد كده راحوا حطوا هنا ايه اه حطوا يعني غطوها بالسلصول او اي حاجة ماشي عشان ما يدخلوش اي هوا تمام بعد كده راحوا مرة حطوها ايه في الهوت ووتر كونتينر ايه حلو ماشي حطوها في الايه في الهوت ووتر تمام وبعد كده ماشي هنفهم دلوقتي ايه اللي حصل بصوا هقولوك على حاجة هو هنا لما حطوها في الهوت ووتر ركزوا معي حلو هنلاقي ان انا عندي ايه هنلاقي ان انا عندي ايه بصوا ايه دي ايه دي يا رب تكونوا شايفينه اللي هو الايه الفوت كالر اوكي بدأ ان هو يحصل له ايه اه يعني تلاقي ان هو طالع لفوق كده صح رايزز اب رايزز اب صح تمام طب تعالى بقى لو احنا حطين بقى الايزازة دي في الكولد ووتر ايه اللي هيحصل معنا نشوف اللي بقى لك هي لغاية دلوقتي رايزز اب وما لسه ما حطاش في الكولد ووتر ماشي راح حطاها في الايه بصوا حطاها في الكولد ووتر لو ملاحزين بدأت يحصل لها ايه بدأت تقل عمالة تقل 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 صح حل مش ايه بدأت تقل تاني تاني صح حلوان طب تعالى كده نشوف مع بعض نستنتق ايه بيقول لك هنا what is the level of liquid in the straw اوكي اللي حصل رايزز اب ليه ليه امتاك كلام ده حصل رايزز اب in a hot water اوكي اوكي but level of liquid in the straw falls down اوكي in cold water صح طب احنا كده نستنتق ايه الكونكولوجين liquid expands by heating and contract by cooling ده كده وضح لنا وفهمنا يعني ايه contract ويعني ايه كلمة expand تمام احنا كده خلصنا مع بعض الحمد لله concept one اوكي تمام لو انت لسه جديد معنا على القناة تنساش تعمل لايك وسبسكرايب للفيديو اوكي وهيوصل لك كل الاشارات اوكي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة